زياش لا يقنع مدربه والدكة تنتظره في مواجهة غلطة سري وألان يسبور كشفت تقارير إعلامية تركية أن مدرب نادي غلطة سري قد حددت تشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نادي ألان يسبور الاثنين المقبلة برسم الجولة 32 من منافسات الدوري التركي الممتاز وستعرف غياب الدولي المغربي حكيم زياش من جديد وحسب صحيفة فوتوسبور التركية فإن حكيم زياش سيكون في دكة البدلاء في المباراة المقبلة بقرار فنين من المدرب أوكان بوروك المنأن اللاعب تعافى تماما من الإصابة التي عانى منها أخيرا وبات في أتم الجاهزية للتنافس وكان زياش قد استعاد رسميته في آخر مباراة مع غلطة سري في الدوري التركي أمامها تايسبور قبل أن يعيده مدربه إلى دكة البدلاء في نهائي السوبري الذي توجى به فريقه بعد انسحاب فنربخش في أول دقائق اللقاء الأحد الماضي ومنعت الإصابات المتكررة حكيم زياش من تقديم المستويات المنتظرة منه مع غلطة سري حيث شارك معه هذا الموسم في 17 مباراة سجل خلالها أربع أهداف وساهم بثلاثة تمريرات حاسمة ويحاول حكيم زياش استغلال المباريات المتبقية له مع ناديه غلطة سري لتقديم مستواه المعهود وإقناع مسؤول الفريق التركي بمناقشة تفعيل بند شراء عقده من تشيلسي ترجمة نانسي قنقر